يشكل التعليم أحد أهم ركائز نهضة الحضارات وينقل الأمم من الجهل والتخلف والفقر إلى التطور والبناء والهيمنة والنفوذ الاقتصادي والسياسي بينما يهدد تزايد أعداد الأميين مستقبل التعليم والتنمية في البلدان التي ينتشر فيها ففي الوقت الذي يحاول فيه العالم محو الأمية التكنولوجية يعيش في الدول العربية ما بين 70 إلى 100 مليون شخص أمي لا يعرف القراءة والكتابة والأعداد في تزايد مستمر تشير الأرقام التي نشرتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليسكو إلا أن نسبة الأمية في الدول العربية ما تزال مرتفعة مقارنة بدول العالم النامي إذ إن 21% من العرب أي نحو 96 مليون نسمة يعانون من الأمية مقارنة بأكثر من 13% كمتوسط عالمي وبحسب تقرير المنظمة العربية فإن نسبة الإناث من الأميين العرب تتجاوز 25% عموما لكنها في بعض الدول العربية تتراوح بين 60 إلى 80% ووفق تقرير لمنظمة اليونسكو عن تحقيق أهداف التعليم للجميع أشار إلى أن النزاعات كانت سابر رئيسا في تراجعه ورصد التقرير وجود 34 مليون طفل ومراهق خارج المدارس في بلدان الصراعات وأبرزها سوريا والعراق وهو ما يجعل هدف محو الأمية في العالم العربي بعيد المنان في عدد كبير من الدول وقد لا يتحقق إلا في حدود عام 2050 وحسب دراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الواقع المزري لصورة التعليم في العالم العربي يعود إلى الميزانيات المحدودة المخصصة لقطاع التعليم إضافة إلى غياب الاستراتيجيات الحديثة لتطوير منظومة التعليم فضلا عن ضعف البنى التحتية والتجهيزات المدرسية ومستوى المناهج ومما تجدر الإشارة إليه لأن هناك ما يزيد عن 15 مليون طفل تسربوا من مدارسهم في الدول العربية فيما يعد 6 ملايين آخرين في خطر التسرب وبلغت نسبة التلاميذ المتسربين في العراق حوالي 25% وهي نسبة مخيفة تنظر بكارثة كبيرة في مستقبل التعليم في العراق ويبدو أنه لا سبيل للقضاء عن الأمية إلا بعد تحقيق الاستقرار في الدول العربية لا سيما المتضرر من الصراعات واتخاذ مسارات جديدة في إصلاح أنظمتها التعليمية إلى جانب اتخاذ الإجراءات الفاعلة لتحسين مستويات المخرجات التعليمية إلى سوق العمل لكن الأمية ما تزال تمثل وأهم التحديات أمام الدول العربية التي يغمر معظمها الجهل والتخلف في ظل أوضاع مأساوية تعيشها المنطقة ما بين حروب ونزاعات وفقر وأعراف وعادات اجتماعية تحرم المجتمع العربي من حق التعليم